اطول جسر معلق من الزجاج في العالم والمعمار يفكر ان يعمل الجسر ده عشان يخلي الناس تقدر تستمتع بالمناظر الطبيعية هناك ولان الجسر ده على جبل فخلى الجسر ممتد بمسافة 230 متر وده اللي خلاه يدخل نوسوع الجنسي لاركام القياسية اما لو بصنا على النظام الانشائي فهنلاقي المعمار استخدم نظام اسمه تنسايل استركشور وهو عبارة عن عمود وفيه منه كابلات بتشيل الجسر زي ما احنا شايفين في الصور اشتركوا في القناة